كمان كان فيه زيارة مهمة جدا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة الكابت المحمود الخطيب استقبل وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكان بيتقدم الوفد الكويتي النهاردة الأستاذ عبدالله الشاهن رئيس الاتحاد الكويتي والأستاذ المطيري نائب الرئيس وجمال العتيبي عضو مجلس الإدارة وصلاح القناعي الأمين العام دمك على الشاشة دي كواليس من زيارة الوفد الاتحاد الكويتي لمقر النادي الأهلي بالجزيرة والاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب في جلسة ودية أكد فيها الكابتن محمود الخطيب على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع النادي الأهلي بالاتحاد الكويتي وأندية دولة الكويت الشقيقة وأنه بشكل شخصي يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع العديد من نجوم الكرة الكويتية السابقين منذ فترة تواجده في الملعب الأستاذ عبدالله الشاهن رئيس الاتحاد الكويتي لقرة القدم يمكن عبر عن ساعته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الكابتن الخطيب مؤكدا اعتزازه بالعلاقة القوية بين الجانبين وتطلعاته نحو تعزيز سبل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة كمان نشدد على أن الأهلي قلعة رياضية عريقة تمثل وجهة مشرفة للرياضة العربية بما حققه من نجاحات كبيرة تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية وفد الاتحاد الكويتي قام كمان بجولة في مقر النادي بالجزيرة تفقد خلالها منطقة دولاب البطلات وصالة الأمير عبدالله الفصل وملعب مختار التتش والنصب التسكاري للشهداء في ختم الزيارة آمل كابتن محمود الخطيب بإهداء الدرع وعالم الأهلي وقميص الفريق إلى أعضاء الوفد الذي أهدى لرئيس النادي درع الاتحاد الكويتي لكرة القدر. زيارة مهمة جدا وبتدل على عمق العلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي وكل الأندية العربية في السعودية في الكويت في قطر في عمان في البحرين في كل أرجاء الوطن العربي حتى في تونس في المغرب في الجزائر المباراة الأخيرة للأهلي كانت في الجزائر في نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا. شفنا زيارة بعثة النادي الأهلي ورئيس البعثة الأستاذ العمري فاروق لمقر الاتحاد الجزائري واستئبار رئيس الاتحاد الجزائري لبعثة النادي الأهلي. عمق العلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي معروف للجميع. وقدم كهي لقطات حصرية وهداء درع وعلم النادي الأهلي للوفد الكويتي. وكمان اهداء الاتحاد الكويتي لرئيس النادي الأهلي درع الاتحاد الكويتي في هذه الزيارة المميزة التي تم تزهر اليوم النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تمام. حاجة تدعو للفخر كل الأشقاء العرب لما بينزلوا مصر بيكونوا حارسين على أول حاجة يعملوها زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة وزيارة الفروع المختلفة. مؤسسة رياضية عريقة. والحمد لله يمكن بتشرف رياضة المصرية في كل المحافل القرية والدولية.